الواير ارت أو فن الأسلاك من الفنون الجديد نسمع عنها وأول مرة في دنيا دنيا نستطيع فنان من الواير ارت ليث قطان سباح الخير ليث كيف حالك بداية عم نشوف الأشكال يمكن الأشكال تحكي عن حالها إنها كتير حلوة فن جديد فحكي لنا عن مبدأ الواير ارت مزبوط، الآن إذا بدأت تاريخ الواير ارت بدأت من زمان كتير من الوقت الفراعنة بدأت يشتغلوا فيه المجوهرات وبعدين بدأت تطور شوي شوي يعني من الفراعنة من زمان؟ مزبوط من زمان زمان بعدين إذا بدأت أشيء من جديد من قبل 400 سنة اللي هو لما الأطفال الفقراء بدأت يشكلوا من علب الصودة ويجمعوها مع الوايرز يعني إلا هيك لصار أنه فن بحد ذاته يعني منفصل بحد ذاته اللي هو صار فيه منحوتات اللي هي من الوايرز والجوليري هلأ أنت ليس متخصص بصناعة لهالأشكال المجلس سماعات السنسية اللي عم نشوفها صاح؟ ببعادة بطفولتنا يمكن منحب نقعد لنخرب ونجرب ويطلع معنا أشياء ويمكن خلاص مننفصل عن هالمرحلة ما بتكون إلها علاقة بمهنتنا في المستقبل إنت لأ متخصص في المجال فكيف يعني طورت الموضوع لأنه يصير متخصص بلايث لايث واير آيت واير آيت بالزبط هلأ أنا بالأصل كنت برسم تمام وبدرس يعني بحكم دراستي اللي هي تصميم داخلي بلش معنا اللي هو بيسيك ديزاين وان بيسيك ديزاين تو هلأ هو نرجع الواير نفسه من أساسيات التصميم وهو عبارة عن لين ويشكله بطريقة أنه يصير فيه شكل أو مجسم كامل ومنه كمان بلشت اللي هو بالثيم بالكوليكشن الأولى اللي بلشت أشتغلها هي الثيم الشجرة اللي بتعبر عن حياة عن الدويمومة بعد وبلشت أدخل عليها أنواع من الحجار والخرز هلأ شايفين هنا هلأ ممكن نحك بالتفصيل عن سنة سيلو كيفية فكرتهم لكن شو أول أو أينتا أول سلكي ممكن مسكته وحسيت أنه هلأ بدي أعمل شكل يطلع معي هلأ هو بلش معي عندي حب أنا للقطع الصغيرة والمجوهرات بشكل عام بلش من زمان بلشت أنه أنا مثلا أي قطع بدي إياها ما ألاقيها بسوء أعملها أنا إلي تمام بعدين لما دخلت الجامعة وبلش عندي البيسيك ديزاين وان بيسيك ديزاين تو كنت المجسمات اللي أعملها أستخدم فيها الوايرز فلما بعد سنتين يعني بلش معي اللي هو حب لأنه أستأ يعني أشكل الوايرز بلش معي بقطع شوي شوي وبعدين بلش معي فكرة أنه أعمل اللي هي السنسير اللي معمولة كلها من وايرز والخواتم والحلقات نفس الأشي بالغرب يمكن فيه معارض كاملة للواير فأنت كنت على الطلاع أش عم بيسير بره كنت تشوف مثلا مجسمات تتحاول تعمل زيها إني تأثرت مبدئيا أو كنت تشوف اللي قدامك ويطلع منك إشي أكيد هلأ هو أنا صراحة ما بحط سكتش معين أو إنه شغلي معين لا بدي أعملها لا بكون باشطل بالقطع لحالة تطلع معي فأكيد متأثر بعدة شغلات متأثر الفنانين كبار ممكن مش ضروري إنه يشتغلوا بالوايرز بس بلوحات كتير بشوفها مثلا زي سلفادور دالي خلص يعني بس أشوفها بتوحيل كتير شغلات ونفس إشي الموسيقى كمان كتير هدف كمان الموسيقى كتير بتأثر معي بالشغل يعني إني إنتال الموسيقى ما في شغل آه لما تشتغل بتحط الموسيقى آه أكيد إشيء أساسي هذا آه أكيد طب شو اللي يعني كيف بيطلع معك مثلا هذا الشكل عم نشوفه هلأ طبعا بكون أكيد هون زي ما شايفين واحد بازف على آلة تشلو طمام بكون بأسمع جاز مثلا بهاي الشيء بالحالة بس أسمع جاز مثلا توحيلي إنه واحد بازف على آلة تشلو نفس إشيء آه أساس برضو مثلا زي الإطعاء هاي اللي هونه كنت سمع شفي يو تشلو مثلا بالضبط آه حفيد أوكي سوء المجسم هاد المجسم هاد اللي هي استوحيته من قصة رابونزيل كما نحكي اللي مادة تشعرها من الأسر عشان يطلع عليها الأمير آه فإنه بهاي القصة هي من يعني لهذا الإطعاء من القصة هاي استوحيتها آه حفيد آه وشو كمان من قدامنا تمام في إنه هذا بسمي أنا فايق ورايق هذا آه هذا واحد بقرأ بالجريدة برضو نفسي إشيء استوحيى لإنه يعني يستوحيى لإنه عمله من القصة من الأشخاص بقعدوا يقرأوا حلو وكل واحد بميزه بشغل معينة زي هون الشنبات مثلا هو الشعر الطويل هون البابيولي آه كمان فيه أشكال يعني معالم باللوجيا لازم يكون ميزه إشيء معين حلو طوام أوكي وهذا وهذا اللي هذا أفريقي طبعا أنكنت آه خلييني أفريقي طبعا من جمايكا متأثرة بموسيقى ريجي إذا بنا نحكي اللي هو بازف على آلة الكونغو اللي هي آلات إقاعية حلو بزرط وأكيد ميزته بالشعر المجدد شعر الأفريقي أي جدائله بزرط حلو كتير أدي مثلا المجسم المنشوف أدي بيأخذ منك وقت كل واحد منهم تقريبا خلينا نحكي أربع ساعة أربع ساعة بس أه ويعني فيه غلبة أكيد لما نمسك سيليك إحنا إلا ما ننجرح فيه مشاكل بتشكيل أكيد هل يساعدني أكيد فيه تولز معينة بتساعد أنواع من الزرطيات وأكيد كنت بالبداية صراحة أول ما أشتغل ما ألبس كفوف أو إشيء زي هيك آه إذا كنت أسألك أكيد تلبس آه هلأ أكيد إذا بدأ أعمل مجسم زي هذا لازم ألبس كفوف عشان ما رح يتلعني بالشكل هذا بس فيه إلا ما يكون مناطق معينة حساسة بشغل طوام ما مش رح أعتاج الكفوف لازم أعملها في إيدي ما رح تنفعها آه أوكي والمجسم اللي بيطلع بيكون بتكون أنت راضي عنه ولا بتضلك لآخر لحظة ضبط أشياء ولا خلاص اللي بيطلع معك بعد هالأربعة ساعات بيضله هو ما بترجع بيضيف إيش بأعالأغلب خلاص اللي بيطلع معي بالأربعة ساعات هذول بيضله هو ما بحب أضاني إلا ما بيطلع مرات معي فكرة بعدين ممكن أعادله على المجسم الثاني بدي أعمله أوكي بس لا بحاول أنه خلاص اللي بيطلع معي الأربعة ساعات هذول هنه هل سيضلوا زي ما هو وهنا عم منشوف كمان عمل شجر لايف تركز على الشجر حتى بالسنة سي ليه تيختار الشجرة هلا الشجرة كتير إلها معنى من من ناحية الحياة اللي هي كمان إنه واحد أدمى تطور وطلع لفوق بنساش جذوره برجع لأصله برجع لأصله برجع لأصله بالزبط وهي متأثر هذول قطعتن هون بالشجر البونزاي اللي هو الشجر الياباني اللي مقزن بيسموه فهذول قطعتن كانوا نفس الإشي بس من وايرز حلو كتير هلا لما تعملت دول المجسمات مين أول واحد أخدت رأيو كيف كانت تردد الفعل قبل ما انتقل أكيد أهلي أول إشي أهلك شو رأيهم بالموضوع ما استغربوا شو بدك بالسلاك شو بدك بواجه على الرأس لا لا أبدا أبدا كانوا كتير يدعموني يعني أهلي بأي إشيء صراحة أنا بشكرهم كتير نجلهم تحية أكيد بواجه لهم تحية كبيرة هنه أول إشي صراحة أي إشي بعمل أكيد بروح فرجاءات طلعوا كيف هاي إنه كيف ممكن مرات كتير كمان بيعطوني نصائح بيحكولي أشغلات معينة عدل عليها وكتير بتتلع بأغلب الأحيان دائما نصائبة يعني ما في إشي والله آه كمان بتدفولك أفكار آه بيعطوني كتير أفكار آه بيعطوني كتير أشياء بتكون عندي فيها نقص حيلو كنت خايف لقيت من أنك تتجه لفن جديد في الأردن يمكن ما فيه يمكن شخصين تلاتة بيعرفو أو متقنين ومختصين فيه خوف من مستقبل هالفن لا أبدا يعني بالمرة ما فيه خوف بالعكس الناس كتير حبوه كتير يعني كتير مضحوا في الشغل وكتير إشي جديد كمان يعني كتير ناس يشوفوا إشي جديد فالإشي جديد دائما يكون مرغوب بالفت النظر كيف عرضت أعمالك وين كان الاتجاه حلا أول أول معرض كان اللي هو بعمان ستري عمان أرت ستريت أفير اللي هي من شركة أرت ميديوم بشكرهم كتير اللي أتحولي هالفرصة الأولى إنه أعرض شغلي وكان برضو هناك كتير جوهل وصراحة عشان كله كله هناك مجمع فنانين يعني مش بس أنا لحالي فيه كتير ناس موهوبين برضو اللي بيشتغل باللوحات اللي بيشتغل بالريوز المتيريال فيه كتير كان هناك حالو وبعدين يعني من بعد المجسمات كيف خطر عبالك فكرة الأكسسوارات إنه كمان من ضمن الأسلاك تصمم أكسسوارات بالضبط هلأ هي المجسمات ما شتغلت هي أول شتغلت في الأكسسوارات أه أول إشتغلات بس مجسمات كنت أشتغلها بمشاريع الجامعة أه بعديا بس إنه شتغلت الأكسسوارات بلاشت أفكر كيف أكبر أنا القطع وكيف أشتغل قطع أكبر يكون فيها شغل أكتر وهي اللي كانت المجسمات كيف بتصمم الأكسسوارات شوي الأكسسوارات بدها يمكن تفاصيل وطولة بال وهايك كيف أنت تختار الألوان التصميم أحكي لنا بالضبط الآن الصراحة أنا زي ما قلت لك ما بحط سكتش معين أو فكرة معينة أو بط يعني برسمها قبل ما نفز القطع لا بأكون بشتغل بالقطع وببلش أنا أضيف يعني بخلال الشغل أنا ببلش أضيف الألوان ببلش ألب الألوان وأعمل السلوك وأدخل مثلا حجر هاي لا بدأدخل آخراز هيك يعني من خلال الشهول وعم بيكون الاتجاه أكتر على المجسمات ولا على الإكسسوارات صراحة ما في يعني التنين نفس الإشي ما في إلا أصعب إيش بالنسبة لك الأصعب بالنسبة لي لا التنين نفس الإشي صراحة ما في ما في يعني بوخده تقريبا نفس الوقت قطع صغيرة أو قطع كبيرة هناك ناس بتفكر أنه القطع كبيرة ممكن تكون مثلا أثمن أو أثمة من صغيرة مثلا أو شيء زي هيك لا بالعكس الصغار مرات بيأخذ معي وقت أكتر من الكبار وفي قطع كبيرة بتأخذ أكتر من من صغيرة بعد دخل تقريبا كلهم نفس الإشي يعني شاركت تقريبا في معرضين لهلا لاي تقريبا شوفي هل عنك مشاريع وين حابب هلا إن شاء الله عندي بيج مبدئين على الفيسبوك اللي هي ليس قطع وير آرت عن جولري فإن شاء الله على الفيسبوك قريبا بدأ نزل وين ممكن في محلات معينة رح عرض فيها الشغل بس لسه مش بعيد معي هلا أول فان حلو جديد وملفت للنظر أكيد نشكراك لاي سنفنا لك كل التوفيق تسلمي على خليكي شكراك كاملين معكم في دنيا يا دنيا أجواء فنية من الرأس بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر